اه بسم الله الرحمن الرحيم انا وسهلا بحضراتكم محمد رياض ويارفتن اربيك اه بعد ذلك هنت اخر الفترة اللي باتت لظروف السفر للأسف ولكن ان شاء الله نحاول الفترة اللي جاية نكون منتظمين اكتر من كده بازن الله اه النهاردة ان شاء الله حنتكلم على حالة نحن نكمل كلام في الطوارئ حالة ممكن بتيجي كتير واكيد بتيجي كتير لأي مكان الدولة اللي انت فيها بجلكم لان دي حاجة بتحصل في الوطن بالذات وبتحصل في الكتاب برضو اه 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 انا كنت بتكلم عنها من دول مختلفة فكنت بستغرب ساعات ما زيرو لأصلا ما بتجلناش الحالة والخير اما بتجلناش واحنا ما منشخصها فاحنا عايزين ان احنا الحالة بتيجي وموجودة وحتيجي فالمفروض ان ما تيجي احنا انشخصها تمام اه الحالة دي هي عبارة عن دايباتيك كيتو اسيدووسس دايباتيك كيتو اسيدووسس تمام طيب اه او بيسموها اسيتون في الدم بالنسبة للانسان بيرو عليها اسيتون ساعات بيرو بالمصر بيرو اسيتون يعني او دي كي اي بالانجليزي او دايباتيك كيتو اسيدووسس اه القطة بتجي لك ممكن بالمنظر دوت اللي احنا شايفينه على الشمال اه قطة جاية اه راسها لتحت اه او زي كده اكدنها بتصلي او قطة سيفيرلي او قطة نايمة على جنبها او قطة كوماتوز او قطة عمالة بترجع بتشتكن هي بترجع او قطة بتشتكن هي ويت لوس او قطة بقالها كام يوم ما بتاكلش خالص او قطة مسفرة اه فالبريزنتيشن ممكن تبقى اه اه يعني حاجات مختلفة الكمان ان هي بتبقى اه قطة بتجيه سيك او على الاقل سيك تو very سيك لكوماتوز طبعا تمام بس هي بتبقى كوات سيك انت بان قطة طعبان قبيها سعبة بتقيض خينها زي القطة اللي علمين دي بتقيض خينها لان هي ممكن تقى ضياباتك يعني او كده اه فسعürات بيبقى القطة ممكن تيجي طيب اه بيبقى القطة ممكن تيجي ضياباتك طيب اه 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 خاص صاة لو كل شي بيرجع ممكن يبقى عنده بانكريتايتس كمان ممكن يبقى عنده بايوميترا ممكن يبقى عنده كشنغ لو كلب يبقى كثير في الكلاب ممكن يبقى عنده سيبسس ممكن يبقى عنده جول بلدر ميكوسيل روبشورد يعني فيه حقيقتها جدا ممكن تزوقه انه يبقى تيجي حضرتك تعمله تحليل السكر ستجد تحليل السكر عالي دايما بيقى اكثر من 300 انا اقل حالة دي كي ايه شفتها كانت حوالي 280 بس هو معظم الاقوايات بيجللك سكر 400 500 600 بس مش معنى كده ان هو لو جاه 300 واقل حاجة بسيطة ان انت طب ال فيها او مش ال فيها ايه ان انت بتلاقي كيتون في الدم او في البول او الاثنين مع بعض تمام فكيتون في البول اللي هي اا او دي دي بتحليل بول كامل ودي دي سهلة ممكن تعملها في معظم السيدريات وممكن تجيبها بس في بينها كيتون وكلكوز مع بعض ودي الافضل يبقى عندك او يبقى عندك الكبيرة دي طبعا الافضل لو انت بتعمل تحليل بول كامل بس على الاقل لازم يبقى عندك بحيث ان ما تتجي لحالة اي حالة جيلك شكلها سك شكلها مريض شكلها تعبان والسكر بداية حاجة تعمله اتفقنا اي حالة شكلها تعبان بتبص على السكر اللي ممكن لقى السكر هواطي صح كده بزيت في بس احنا نتكلم بلوقتي اي قط او كلب جايلك تعبان دائرية والتيفر عنده اللي عنده المهم تعبان جيت تبص بس شكله تعبان قويا جيت تبص على تحليل السكر لقيت السكر بتاعه عالي عمل له كيتون لقيت الكيتون عالي يبقى انت عندك حالة خلاص التشخيص يتعامل هنبعد بقى ندور نشوف ايه بقى واللازم منه بس ايه هنتكلم عليها بعدين طيب او ان انت لو المستشار بتاعتك متخدمة شوية ممكن بقى عندك حاجة زي كده اللي هو الكيتون اه ميتر عمل زي بزبط تحليل السكر بس بقيس الكيتون وفي مكانة بتقيس السكر والكيتون في نفس الوقت تمام؟ بتقيس الاتنين في نفس الوقت انت بتحط له وغالبها موجودة في الصيدريرات بارتك تمام؟ فده طبعا ادق وادق اللي هو التحليل بتاع الدم الكيتون في الدم آآ فتشخيص بيكون عن طريق ان احنا بنلاقي عنده آآ مع كيتون في البول او في الدم طب لو انا ما عنديش دي لو انا جيت اعمل تحليل البول ولاقيته نيجاتف بس القط سكره عالي وانا عندي احساس كده ان هو دايبة كيتون ممكن او ممكن ازا ساعات بيكون لان هو في نوعين من يعني النوع الكمن اللي هو الاسيتون ودوت اللي بتجيبه لكن في نوع تاني آآ اللي هو ما بتجيبهوش التحليل البول فسعب بيعمله ايه سعب بيحطه كم نقطة كده اللي هو ميت اكسجين على البول ويحطوه هنا فهي بتحول اللي هو النوع اللي ما بيبانش للنوع اللي بيبان آآ أو ممكن بكل بساطة كنا بنعمل ايه كنا بناخد عين الدم وبنعملها وناخد السيروم ونستخدم السيروم ده على نفس البول وساعات كتير كي بتجينا نفس النتيجة لان الوقت بيجيبها من السير المغطول وكي بتجي نفس النتيجة تمام فا آآ باختصار شديد بعمل تحليل البول بلاقيه سكر في البول وكيتون في البول وسكر في الدم وكيتون في الدم يبدأ عندي كده التشخيص بتاع الدايبيت كده طب هو ايه الدايبيت كده ده الاول عشان بفهمين هو الدايبيتس ده عباره عن هو الدايبيتس ده هو اصلا الكلب ده ده عنده دايبيتس ومعظم الوقات احنا مش عارفين او مكناش عارفين ان هو عنده دايبيتس لغاية اما جينا وقالنا بيرجع حصله او حصل له بيوميتراؤ او حصل له كوشنجز او 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 اخد حقن كورتيزون او اه ايه ميقوله وجال عنده دي كا في القطت انا شوف ابريكيد اكتدا اخذت حقوق ديبلوميدرول اللي هو القواتزون ان هو هيموت لو ما تعليك شي. بيحتاج علاج مكسف وبيحتاج علاج في المستشفى. آآ بيحتاج طبيعي ان احنا ممكن تغير الفلوود مرتين تلاتة اربعة في اليوم. الطيب والفلوود في الفلوود. آآ مكلف. العلاج ده مكلف لانه بيقعد في المستشفى فترة طويلة اربعة خمس ايام متوسط. آآ ومعظم الاوقات بيبقى جاي معه مشكلة تانية. طيب آآ حنتكلم بالتفصيل والعلاج والازي منه والتكلفة وكده بس برضو في الاخر هنتكلم في بلان بي. بلان بي اللي هي لو حد ما عندوش فلوس. طب انا جيل لك المستشفى دكتور انت عايز تعمل كل الاختبارات دي. وانا ما عنيش فلوس. هيموت القط. اه هو المقطة ما تعليكش هيموت. بس هنديروا بلان بي بقى اللي هو الخطة البديلة. اللي هي مش افضل حاجة ولكن هي خطة آآ انا شخصين جربت قبل كده مع ناس ما كانش عندهم الاستطاع المادية. ان هم يصرفوا آآ الاف الدولارات على القط. فبالتالي آآ على جناب الطريقة دية اللي هي ات هوم تشيتمنت. طبعا اسناع دا ركممندد واي تو دويت يعني بس احنا على الاقل حان آآ عندنا اوبشن لو الاوبشن الاولانية مش مداحة. تمام? طيب. فاتفقنا ان هي كومبليكيشن اف ديابيتس. اتس لاف ثريتنينج. تمام? آآ ممكن يجي لك قوي عندو هستري او بي و بي دي. اللي هو بيشرب آآ مياه كتير وبخشت حمام كتير ساعات كتير بياكل كتير. ممكن يجي لك عندو ويت لاص. عندو كاتيركت في الكلاب. آآ عندو كوشنجس في الكلاب. الكيب دي بتاعه كبير او آآ آآ ده ممكن حاجات دي كل اتشوفها في الهيستري. بساعة كتير بيجي لك بقى هو داخل عندك عندو زي ما اتفقنا بيرجع عندو اسهال كولابس كوماتوزد آآ 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 وساعة كتير بتشم ريحة الاسيتون. آآ آآ معظم الدكاترة بتشمها انا شخصيا مناخيري مش كويسة فما بعرفش عشماها يعني. ما بعرفش عاملة ازاي. بس معظم الناس بروهن هي عاملة زي الفروت يسمى. تمام? فآآ آآ لو جات لك حاولت اسماها وتعرف ان يجير ريحة بتاعتها. انا شخصيا مريش في الرواحة وفما بقدرش اميز يعني. آآ ومش عيب ان انت لو معرفتش سمايتها. تمام? آآ 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 فدائما زي ما اتفقنا هي يعني هو الاونر ما كانش يعرف ان الحوانات عندو ديبيتز اصلا الا ما دخل في الدي كي اي. او هو عارف عنه ديبيتز وعمال بيدي له كل حقنا او حقنا لا ايوم او يوم لا. لغاية ما جاله في الاخر حصل له دي كي اي وجالنا بالدي كي اي. تمام? آآ حوالي تسعين في المئة من الحالات بيكون معاها يعني ايه يعني هو هو ما جاش هو اصلا كان ديبيتز من زمان ومش عالك في تحكم في نفسه. لغاية ما حصل له خلاه بقى دي كي اي. حصل له آآ آآ زي بيوميترا زي سيبسيس زي لبيديوزيس. حصل له التهاب زقه في الدي كي اي. حصل له نيو بليجيا زقه في الدي كي اي. اخد حقنة كورتيزون زقته في الدي كي اي. عندو كوشنج زقته في الدي كي اي. تمام? فمعظم الحاجات دي بتزقه. هو اصلا عندو ديبيتز بس ما بيوصل لمرحلة ان هو مش قادر خلاص بقى يتحكم في التحكم بتاع السكر بتاعه في الدم. وبيبدأ آآ ان يحصل آآ آآ كباي بروديكت يعني وتتراكم في الدم مع اسيدوزيس. آآ ففي الحالة دي بيكون آآ دات حاو سيك دي جيت يعني فيري سيك يعني. بيكون الانسولين خاص مش قادر يشتغل آآ او ما بينتقش بما فيه الكفاية آآ وفي الحالة دي بيخشهم في آآ في بيبقى تكلفتها عالية آآ بتعوز ما تشوف المستشفى ويفضل تكون المستشفى 24 سيعة ده الصح يعني لو مش موجودة هتضطر تتكلم على بي اللي هي هنتكلم عليها كمان شوية ان شاء الله في آخر في آخر الفيديو آآ 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 تمام فباختصار شديد قطة جايلك او كلبة جايلك تعبان جدا تعمله تحليل السكر في الدم بتليق عالي جدا لازم تعمل كيتون لقيته عالي بقى انت عندك ديكنوسس دي كاي الفكرة كلها ان انت محتاج ان انت تدور على تشوف ايه المشكلة الموجودة اللي عملت الموضوع ده وترى فتحليل الدم الطبيعي اللي بتعمل 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 ساعات كتير في في الكيميستري بنلاقي ساعات بنلاقي آآ آآ ساعات بنلاقي لو نرجع لمحاضرة هتلاقي آآ هتلاقي آآ هزات محاضرة او خطة الكيدني هنعرف يعني ايه اه 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 بري اينال ازاتييميا هلاقي بيوان كريات ايين بتعمل تبولها بقى عالية معاهم ساعات كتير بتلاقي توتر بيل روبين عالي خاصة والالت عالي والالبي عالي خاصة في حالة البانكري تايتس اه والهايبر لايبي ديميا بتلاقي اللي بده عالي برضو اه كلاب زي الشناوزر مثلا اه عندها هستري او فامليل هستري الوضع عود. اكبر اكبر حاجة اكبر مشكلة عندك في اللي هي البتاسيوم. البتاسيوم بيكون واطي. اه هو ممكن يجي لك عالي او نورمل اه بس البتاسيوم اكبر خطر عندك هنا ان البتاسيوم بيقع منك. وده من ضمن الكي فاكتورز في تريتمنت. الحاجة المهمة جدا لازم عارفها في تريتمنت ان انت لا يزم تزبط البتاسيوم بتاعك. اه وإلا فعلا الحياة ممكن يموت او انت ممكن تعمله مشاكل. اللقط اللي احنا شوفناه في اول الفيديو اللي عم راسه لتحت كده. اي مرة تشوف قط حاطة راسه لتحت كده. لك انه بيصلي ومط كده خالص ومش قادر يفرد راسه. لازم تشوك في ناقص البتاسيوم. ناقص البتاسيوم يعطول. لازم عطول تفكر في الايه? في ناقص البتاسيوم. تمام? اه برضو سعب بيقطة والميجنزم سعب بيقطة مننا. وبيبقى سعب كتير في اه عنده اه بيبقى اصلا هو جالك عنده تمام? الاقطة دي احنا ناخد منها عينة اه بول وستسوسنتيس بنعمل لها اه دبستيك وبنعمل لها سيدمينت وبنعمل لها كالشور عشان نحاول نشوف الانفكشن جاي منين. طبعا بقى لها انا شاك في بايوميتش راو بعمل لها او سيب سيب او او عندي مشكلة في الكيدني عندي مشكلة في الكوشنج عندي مشكلة في سامور اص شاك في تشيومور. لا اصلا ممكن تبينه ولا او شاك في تشيومور في الاتشست بعمل اه اه اللوكيميا والحاجات دي كلها كدياجنوستيك انا بدور ايه السبب اللي زا الحيوان دوت للديكي ايه تمام? طيب اه هنتكلم اه جالي خلاص الحيوان وعرفت ان ديكي ايه حيوان مريض جاي مريض مش قادر يتحرك تعبان جدا وعنده دياباتيكي دراستي دوتس. التريتمنت بتاعتنا بتكون اه سبع حاجات خلاص سبع حاجات. اه هتكلم عليهم دلوقتي بصفة عامة وبعد كده هاخد راحة وبعد كده هرجع هتكلم عليهم تاني. فلو بنتكلم عليهم بصفة عامة هنتكلم على السبع نقط دولة دلوقتي. طيب هنتكلم على اللي هم اتفعنا سبع حاجات اول حاجة ان احنا نعمل الكلاب دي غالبا بتيجي معظمهم من خمسة سبعة في المية ساعة اكتر من كده ساعة بيجي شاكي. ساعة بيجي عايزين شاكي. فاول جول. هنتكلم على كل جول دي بالترتيب ان شاء الله. آآ بس غالبا المحاضرة الجاي. طميم? هقول ليه? آآ تاني جول ان احنا بنريبليس الالكترولايتس وزي ما اتفقنا قلنا بيقع مني. وخاصة بيقع بعد ما بتبدأ او كان اي بتبدأ الانسلون هيقع منك. فلو رجالك بتاسيوم طبيعي في الاول. نفس القصة بالنسبة للفاوسفروس وساعات الماكنيزيوم كان بيقع بس اللي تقريبا لازم تغواضه البتاسيوم. في اي حالة دي كي اي. آآ بعد كده هنتكلم ان احنا البلوكوز آآ وسوري العشان نقلل السكر في الدم. والانسلون هنا هيكون آآ هنتمتدي في الاول دي مهمة جدا جدا جدا. لو حاجة دي كي اي حطها كده. دي كي ايه تاخد معروفة ما ينفعش تمام? فيه ابحاث وفيه دراسات بتقول ان ممكن وجربه وكده بس سواء التريتمنت والستاندرد والصح. والانا طول عمري بعمله يعني هتتحاسب عليه لو انت فيه هيئة بتحاسبك. انت اديت شورت اكتنج انسلون ولا لا. لو بقى فيه ظروف خاصة ومش موجود وفي دولة لما فيهاش مش عارف ايه وفي حتة في الصحراء والقصة تانية والفلوس ده موضوع تاني هنتكلم فيه. بس ان انت بتدي شورت اكتنج ايه? عشان تقلل الجلوكوز بالراحة. ما ينفعش تقلله مرة واحدة وإلا هيحصل لك ايه? آآ ودي ما نخش في مشاكل كده في المخ ونيورو ساينز واحنا غفين علىها. فلازم السكر يقل بالراحة. ما يفرحش ان انا نزلته بسرعة لا انا مش عايز نزله بسرعة. تمام? آآ ويبقى تالت جول ان احنا ندي آآ نقلل عن طريق الانسلين ونقلل الكيتون او نتخلص من الكيتون نهائيا. رابع آآ مجرد ان احنا تخلصنا من الكيتون والقط بدأ ياكل. آآ تخلصنا من الكيتون والقط بدأ ياكل ساعتها نبدأ باللونج اكتنج انسلين اللي هيقعد عليه طول عمره بعد كده. رابع جول عندنا له ودي غالبا في معظم الاوقات ما بتعصي تعمل حاجة لانت خامس قول عندي ان احنا نتخلص من الكيتون. لان ما ينفعش انا بعالج دي كي ايه طب ما هو ايه اللي خلا يخش في دي كي ايه غالبا بتلاقي عنده وفي اوقات كثيرة بيخشوا عن انتباعاتك اه للموضوع دوت اه اذا كان مثلا عندوا ايو تي ايه بياخد انتي اماتك كجزء من سابورتيف ترابيو اللي هو سادس قول اه بياخد انتي اماتك لان ما ضغم فيه ويرجعوا بياخد او بياخد او بياخد او بياخد حاجات ديد لو هو عنده ترجيع او كأنتي آسيدي يعني. فبنعليجي لو عنده محتاج يخش عملية بيخش عملية يعني عنده مثلا سيبتك او كده. سابع قول ان احنا اكلوه اكلوه الحيوانات دي. لو ما بيأكلش اكلوه بايدك لو ما بيأكلش بايدك اكلوه بسرنجة. لو ما بيأكلش بسرنجة. بازات في الاقطات تحط لها هنا وحنحط فيديو ازاي تحط فيدنج تيوب. الهي مهمة جدا سهلة جدا بسيطة وبتعالج ورخيصة وبتوفر على المصاريف كتيرة وممكن بقى اللي بتكلم عليها تعالجه بالايه بالتيوب دي. تيوب دي انت بتديله اللي هو عايزه. كل حتى ممكن تديله عن طريقها. تديله الدواء تديله كل حاجة عن طريقها والدنيا بتقوم ماشية تمام? تمام? آآ فدولها السابعة اللي احنا هنتكلم عليه وان شاء الله في المحاضرة اللي جاية. لكن المحاضرة دي هنتكلم في شوية الاول. انا حبيت اقول شوية كده على آآ آآ بعض حاجات عشان نبقى احنا يعني ايه? احنا يعني نبقى احنا شوية شوية اختصار في مش هتكلم ومش هتكلم قوي على على بس حدي يعني ايه كاختصار مبدئي. تمام? طيب. خلينا نتكلم او نتفق ان احنا في عندنا في كريستالويد وفي كولويد. كريستالويد اللي هو سائل. سائل وفي شوية املاح. الكولويد بيبقى طخين شوية. في نيشة مسلا. تمام? كريستالويد. سائل كده وفي شوية ملح. ملح يعني من الاخر. تمام? اللي هو السالين. او آآ كولويد اللي هو مثل عبارة عن ايه? نيشة. مية فيها نيشة. طيب ايه الفرق بين ده وبين ده? السائل اللي هو الليكويد ده ده مية بتخش آآ سريع وبتطلع بسريع. تخش وتطلع. تمام? لكن النيشة تخينة. فبتخش بتملة كده وتقعد تملة مركزها. فبالتالي الكريستالويدز آآ آآ محتاج كميات دايما كبيرة الكولويد مش محتاج نفس الكميات الكبيرة دي. اه كولويد زي ما اتفقنا الكريستالويدز آآ 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 سوري الكولويدز فيه منها زي الهيتا ستارش. استارش به اسمها ان هي نيشة. او بردو فيها زي النيشة وكده يعني. اه دي برضو تعتبر كولويد. او بلود بروعدك تسيبها هسيبها ازيه? الفروزين بلازما اللي هي كانت فريش فروزين بس عد عليها سنة. فح نسميها فروزين بلازما بتش شرع ككولويد. آآ 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 طيب الكريستالويدز احنا وفي ايسوتونيك اللي هو عامل زي الدم بالضبط وفي اي برد المخطب الاملاح فيه اعلى من الدم وفي اي برد المخطب الاملاح اللي هو بتبقى اقل من الدم اكبر مثال عارفينه كلنا بنستخدمه اللي هو ال .9 سالين او سالين دوت ده .9% تسعة من 10% سالين دوت بيكون اي سوتونيك نفس الاملاح اللي فيه نفس النسبة زي نسبة الدم الحيبوتونيك بقى نص تركيز اللي هو .45 ماشي سالين برضو هو هو بس تركيزه النص تركيز الاملاح اللي فيه النص فهو بقى حيبوتونيك قوة الاملاح اللي فيه اقل من قوة الاملاح في الدم او ما تكلمش عنوى الاملاح بكلم بصفة عامة كمكستر يعني تمام او حيبوتونيك اللي هو بقى 10% سالين ساعة بيقى 10% ده بني دي مثلا زي في حالات الامرجنسيز حاجة بتموت فانعيز اسحب يعني الضغمة كله للدم فبستي املح كتير فكل الافلاود بيجري على الساعة بنيدي دوات اا وساعة بينيدي الكولولويتس برضو في الحالات اللي محتاج ااااا قدي كليم قليل بس اااااا بس هو يسحب يعني او ما عنديش وقت تادي كبير يعني كانوا عادي بالتفصيل يعني متحاز اتكلم بتفصيل قاوي الوقتي ولكن اااا بصفة عامة اتفقنا في كولولويد وفي كريسولويد كريستلويد في إيسوتونيك، هايبوتونيك و هايبرتونيك شغلنا كله 99% أو 90% يكون بالإيسوتونيك في الوود سواء 0.9% سمين سواء LRS سواء بلازمالايت سواء نورماسول R يبقى 90% بالشغل سيكون بالكريستلويد والذات الإيسوتونيك تمام؟ حسنا الإيسوتونيك، نرجعت إلى الإيسوتونيك نتكلم عن مينتننس يعني ما مينتننس؟ المينتننس هو الفليود اللي أنا وأنت أو القط والكلب بتاعنا محتاجينه عشان نعيش يومنا وليلتنا بسلام تمام؟ فلو افترضنا أن عندي كلب وزنه عشرة كيلو أوكي، هنقول المينتنس هو عبارة عن أو ستين ميل يعني إيه كلام ده؟ أنا ضربت مثالين هنا ضربت مثال بقطة أربعة كيلو وكلب تلاتين كيلو تمام؟ خلينا نتكلم لو جبت كلب عشرة كيلو لو جبت عشرة كلب عشرة كيلو عشان بقى أسهل وديته في اليوم ستين ميلي بر كيلو حيبقى كام في اليوم ستمائة ميلي يبقى الكلب اللي وزنه عشرة كيلو محتاج في اليوم ستمائة ميلي عشان يعيش حياة طبيعية طب الستمائة ميلي دولة قدهم له ممكن أو 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 هو يشربهم أو قديلوا أكل فيه مية فهو بيجمعهم من كل الحاجات دي عشان ياخدوا ستمائة ميلي اللي هم ايه بيعيشوا تمام طب فهو محتاج المنتنس بتاعته الستين ميلي بر كيج بر دي ولو حسبناها بالساعة حتبقى حوالي اتنين ونص ميلي بر كيج بر آور فالكلب العشرة كيلو حيكون محتاج خمسة وعشين ميلي لكل ساعة كم منتنس ليه فقط تمام؟ ده الطبيعي أنا كده ما حسبتش إذا كان هو عنده اسهال إذا كان عنده ترجيع إذا كان عنده مش عارف إيه إذا كان بياكل أو بياكل أو كذا تمام؟ فالكلب ما بياكلش خالص وما بيرجعش وما بيسهلش وما عنوش أي حاجة محتاج الستين ميلي بر كيلو بر دي تمام؟ طيب احنا دايما واحنا شغالين بقى في حالات الديكي إيلان دي حالة عناية مركزة فدايما تشتغل بايفي فلويد بومب هبأتكلم عليها برضو في مكان المنفاصل يعني ولكن اعتقد هي ممكن تكون في حدود الالف دولار مسلا لو في أمريكا لو حجمها من الصين بتفقى حدود التلتمية دولار ميتمو خمسين دولار حاجة زي كده في مصر ما عرفش كم سلاحة بس بتحط فيها وبتكتب الحجم اللي انت عايزت تديه والسرعة وهي بتتعامل لوحدها بحيث انت هي توصلت لان خباك الايفي فلويد مهم جدا انت تدي كنتينيوس ريت انفيوجن يعني يعني الفلو ماشي تمام ماشي بكل ساعة او كل دقيقة او كل ثانية وبياخد نفس الريت لو تما انت تغير الريت اللي في المكانة ساعتها بيغير تمام فخلينا نتكلم كمينتنانس لو احنا هبنتكلم قلنا قطة مثلا هنا اربعة كيلو المينتنس بتاحها هتكون طبعا المينتنس ممكن تختلف من حيوان لحيوان وممكن تختلف من كتاب لكتاب بس احنا يعني ايه بصفة عامة ده الارقام اللي احنا ايه حتلاقيني اصلا اقولك ستين انت تقولي خمسين خمسة وستين يعني احنا بايه يعني حتلاق نفسك في بالذات اه حسب عمر الكلب وحسب اه حجمه وحسب حاجات كتيرة يعني لها حاجات كتيرة بس انت عايز روله وتسهل الدنيا عليك تمام طيب فل watery اه فلل قولنا blue ازنا اربعة كيلو一個 اربعة كيلو فتنين ونص يبقى عشرةrato يبقى عايز هي تاريخ انحسرة لانت ساعى فلولتك يا دكتور تاريخ الاظر التcreed هي عشرين ثلاثين طب لو قولتك دكتور تاريخ접 سوف تاريخ 6 طيب اهاااااااااااااا ايو مكهم بالساعة طب في اليوم هيبقى ستين فاربعة هيبقى مئتين واربعين اه ميلي بردي. اه طب اعتقد ديها حسب برضو اللي انت بتعتمده ولكن عشرة ميلي لكل كيلو. فا اه عشرة فاربعة هيبقى اربعين. انت بتعملها بتعملها نوتر بتعملها اي حاجة. الطبيعي الاربعين ميلي اللي هي القطة الاربعة كيلو. طب لا انا بقى القطة عندها ده القطة سيبتيك ده القطة مش عارف ايه فممكن انا العب في الايه في الانسيجاريت ممكن اضطر اعمل او اعمل حسب وفي اوقات ممكن اعمل حاف انسيجاريت لو حاجة حاجة عنده ومضطر احط تحت الانسيجيا فممكن اقلل حتى لنص انسيجاريت او احطه حتى على مين تنسحت الانسيجيا. يعني الموضوع لها ابعاد كتيرة بس احنا بنتكلم على معظم الحالات الانسيجاريت هنستخدمه فلو انا عندي هحطه على في طريقة هتكلم عليها ان شاء الله ما هتكلم على انت بتحسب نوع جنبها ونعد كم في كل دقيقة ونضرب في الكل كل اللي بتعلي بتحط ده ويسموك هزا المحلول دوت بيعليه الرقم كم درب منت كم درب منت اه فبعا لها كالكوليشن هنأكل عليها بعدين ان شاء الله او في وعدها. اه ولكن الحالة تديك ايه بس زيها بتبقى عايزة اي في فلوود اه بامب يعني تمام? وبرضو لو ما عندكش بامب مو لها صرفة اوكي? لها صرفة اوكي? اه هتعمل الكالكوليشن ان شاء الله نتكلم عني. طيب. اه الشاك دوز في الاود لو دي قطة يعني شاك دوز بقى؟ شاك دوز يعني حيوان بيموت هيوان جي خلاص هو في بيدلوه الشاك. الشاك دوز اللي هو يعني لو كلب تسعين ميلي كيلو عنده تسعين ميلي دم. فلو كلب عشرة كيلو هتلاقي فيه تسعونية ميلي دم. القطة يتكون اقل. بتيقى حالي خمسين. خمسين ميلي لكل كيلو. فلو قطة ربعة كيلو هتلاقي فيه ميتين ميلي دم. تمام? اه اللي هي كريسولويز طبعا. يعني ايه? فانا لو عندي القطة وزناها اربعة كيلو في خمسين اللي هو الشاك دوس هيبقى ميتين ميلي بير اور. ده الشاك دوس. تمام? ده الشاك دوس بتاعنا. اه طب هو انا قدي شاك دوس يعني قطة جالة تموتها تجاه شاك دوس احطها احطها على ميتين ميلي بير اور وارجع لها تاني. لا ايه الطبعا. لو انتى بتحط حيوان على شاك دوس معناك عندما يحططه على الى لهو شاك. شاك ده يعني انت واقف جانبه ووقف فوق دماغه. انت او موردة او دكتور تاني وحد فوق دماغه ودايما عندما بدى شاك بدى على اربعة اربعة مابيديش شاك بدى ربع شاك في ربع شاك في ربع شاك حيث هو هو نفس الريت بس وفيفتين مينت وفيفتين مينت وفيفتين مينت وجميل يعني. تمام? انت بتقيم كل ربع ساعة وبتشوف ادي ماشي معك. زي ممكن تحتاج ربع شاك بس او نص شاك او تلات ربع شاك او حسب. تمام? بس انت خلي بالك في نقطة مهمة جدا انتو حطها في بالك. اي مرة انت بتدي كمية في اللي وضع عالية انت بتعمل لكل حاجة في الدم. ماشي? يعني النهاردة عندي زي ما اتكلمنا في وقالنا كوب بيت الشاي وفيها سكر قد ايه وفيها شاي قد ايه واجه انها كوب مية فوق. ما انت ما بتكوب مية انت بتخفف تيك تشوف شاي هتلاقي السكر بتاعه قل او هتلاقي التركيز باعشها نفسه قل. تمام بتكلم عليه? بتكلم على 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 مسلا لو عندك حالة عندها آآ انيميا. الحالة اصلا انيميك وانت تديتها في الهفل فانت نزلت لي اكتر من كده فلو عندها مشكلة في الوكسيجينيشن لازم نتخلي بالك في موضوع ده قطب. تمام? ايه تاني الهايبوالبيوميني. فانت ممكن يكون قط جالك والالبيومين بتاعه وتلاتة بس مجرد انت تعمله آآ حتيجي بتلاقي الالبيومين بتاعها بقى اتنين وقص اتنين وتلاتة فانت هزم برضو تحط في موضوع ده. حاجة مهمة جدا 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 اي مرة تدي فلوود بريت عالي ودي آآ آآ يعني في حد آآ يعني حصلت معاه وشخاصها يعني ادى فلوود بكمية آآ بريت عالي جدا عشان آآ قطة كانت محتاجة عملية او كده وبعدين آآ اكتشف ان القطة عاملة كنتها بتصلي آآ ودوت علامة من آآ علامات ايه نقص البتاسيوم. فاضطر اضطروا يجيبوا بيتاسيوم ويدوا القطة آآ مكنتش عندهم بتاسيوم في وقت ده فاضطروا راحوا مشوار يعني وجابوا بتاسيوم من مستشفى بشري وكده مهم ادوها آآ بيت كويسة تمام? آآ فالفكرة ان آآ انت دو بقتي عندك البتاسيوم بتاعك جالك في حالات مسلا ديك ايه? واطي. انت بقى ديته في اللوود كتير عشان هو يجي هيدريت. انت مش كده بس ده ديته انسولين. الانسولين زي ما اتفقنا في محاضرة بديه عشان نقص البتاسيوم. فنزل لك البتاسيوم كمان. لقد انت كمان ديته فالبتاسيوم وقع منك خالص هتلاقي قطة عامل لك كده ممكن قطة ده يموت من ايه? من نقص البتاسيوم. فلازم احط اي مرة انا بدي آآ آآ كمية فلاوود عالية لاي ايه لاي حيوان. طب آآ على الفلاوود هنتكلم لو جبنا ما قطة تلاتين كيلو هنقوله اتنين ونص في تلاتين خمسة وسبعين ميلي للايه للأور. طب لو انا بقدره في حاجة نستطيع قولها مهمة برضو. انا لو مسلا كل شوية بدي الكلب ده خمس حقا في اليوم. تلات مرات. خمس ابر مختلفة. تلات مريات في اليوم فكل شوية بتديله وبعد ما تديه الابرة بعمل فلاش. فادي ثلاثة ملي في ثلاثة ملي في ثلاثة ملي في خمسة في ثلاثة. يعني هتلاقي ارسك بتدي كميات كبيرة الفلاوود فعشان ما تعملش فلاوود على الهارت او ما تعملش بس دات لحوانة صغير. لو كلبة تلاتين كيلو مش هتفرق قوي. لكن لو قطة صغيرة او كلب صغير وانا بعمل فلاش لازم احط ده قصات انه هو عنده اه 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 عنده مشاكل في القلب او عنده مشاكل نعمله او 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 او. تمام? فقلنا الكلب دوت لتلاتين كيلو في اتنين ونص بخمسة وسبعين فلقلت لك حطه على هتحطه على مية وخمسين في الساعة. تمام? فاليوم هيبقى ستين في ايه في تلاتين اه ايه ده انا عرفش تمام? صحيح. ده كده مية وتمانين. تمام? لو ستين ميلي بر كيج بر دي في تلاتين يبقى الف وتمنمية. تمام? ستين في تلاتين. اوكي. طيب. اه بتنين في اتنين ونص في تلاتين سيبقى مية وخمسين. انا استيجا قلنا عشرة ميلي بر كيلو. ايه بقى تلتمية. انا اتكلم تلتمية ميلي بر ايه تمام? اوكي? طيب. الشاك دوس بقى ببص في الكلب اللي حيبقى دي. الشاك دوس في الكلب بدأت استيعين. فطيب اتكلم في ايه? باتكلم كلب عنده. او الشاك يعني. شاك يعني حصل مشكلة في الدم والفلوت كله هرب من وخلاص بقى سوك عنده سوك عنده. سوك عنده. مش عارف ايه. وشوية فلوت داخل هو الخلية. وشوية فلوت داخلو في الابدومن. على الدنيا بوزت خلص. على في وخلاص جاي شاكي وفي الدنيا فالفوليم بتاع الدم موقع فانا في الحادي عايزة تديره عشان القلب كماكنا بقى مش كماكنا بتاع القلب بتفضل شغالة ويفضل شغال وياخد الدم ويروح هنا ويروح هناك عشان الماكنا دي تشتغل محتاج اللي هو كامل هو تسعين ميلي بركيج تمام فانا في حالة الشاك بعمله الليلة دي كلها تبعد ديره تسعين ميلي بركيج آآ فتسعين في تلاتين بالفين وسبعمائة ميلي للساعة يعني ايه يعني ساعات انا كان عندي بتاخد الف ميلي اخسر حاجة ليه الف فكت ممكن حطه على تلاتة في فيديو نحطته من كام يوم اللي هو كان الكلب اللي جالي شاكي وكان عنده حطته على طوب باجزة خلاتهم يجرب اخسر سرعة لان انا عارف اخسر السرعة دي برضو مش هديوصل للايه كان كلم مش عارف اربعين كيلو وخمسين كيلو حاجة زي كده وكنت بحط الكاثر التالت عشان هلحق بغاية ما اجيب الايه الاي في بامل ولكن باختصار شديد انا هتكلم الفين وسبعمائة ميلي في الساعة يعني تلاتة لتر او مستلاتة لتر في الساعة تمام اه مش هديهم طبعا كلهم هديهم اه 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 ربع في ربع في ربع في ربع وبعمل اه كل الخمسة شهر دية ازا كنت محتاجة زود او لا او انا طبعا بدي الفليوت بالرقم دوت الكبير ببقى عامل حسابي على ان انا الحيوان وببقى عامل حسابي ان هيحصل هيمو دلوشن بيزداد في الالكترولايتز تمام اه عشان كده لازم افضل keep an eye on this تمام اوكي طبعا خلينا نتكلم على برضو اه احنا قلنا بريف ابوت فليود تعني نتكلم على بريف ابوت ميكسنج الفليود لان احنا هنا في الديكي احنا نتكلم على ميكسنج انا بجيب باج كده بتاعت مسلا الار اس وبحط جوا حاجة وبخلطها كويس عشان الحاجة دي تتقى مخلوطة زي ايه ساعات كتير او بجيب انا بتاسيوم انا دي الار اس او بحط هنا او هنا اه بتاسيوم بقى دي فيها بتاسيوم او ممكن تيجي هي اصلا مخلوطة كده مكتوب عليها تمام بر ليتر دايما اعمل دماغك عشان ما تلغبطش ودني ما تبص ونبصش على الكتاب وتقعد تحسب وتحسب غلط وبالمشكلب وتقدني بوزط شغلك كله ما تعمليش لأي باج الا ما تقوليش شكرا ما مش عايز اعرف انت عندك هفا ليتر اللي انت حطيته تقول لي دايما بتاعك يكون عشان ما تلغبطش بعد كده تمام طيب احنا نتكلم عشوية بايزيكس او او بريف او بريف او دايما بتحط حمره خضره زي ما يكون عندك وتكتب عليها الوقت والتاريخ واسم الشخص اللي خلط وخلط ايه بالزبط ماشي خلط ايه خلطت تين ميلي تمام طب اعمل لها اللي انا عملت ايه بالزبط اصفو بكتب او تمام طيب خلينا نتكلم على ده هنتكلم برضو على ايه انا معلش ان اتكلمت في الاول على بحاجات دي لان المحاضرة الجاية هنتكلم عشوية بتحديك ايه لازم نبقى عارفين كويس جدا انا بقول نخلط ده ونقلب من كذا لكذا انا عارفين هنتكلم عليه تمام طيب اه لو انا حخلط دكستروز في لو انا عندي باج زي كده خلاص باج صافية خلط فاضية وعايز احط فيها دكستروز تمام سوى كان هي او عايز احط فيها دكستروز فيها عفريد فيها مية ما فيها اي حاجة المهم هي موجود فيها لتر لتر اي نوع محلول ماشي زي ما يكون عايز اخلي المحلول ده اخلي مخلط بسكر او مخلط ببتاسيوم فحكلم في الاول على حخلط بالسكر لان ده انا بقى برضو حاخد الحاجات اللي هو السكر والبتاسيوم واللازم منه فالسكر بتعمل ايه رول اف ثمب رول اف ثمب اللي هو من الاخر يعني فانا بجيب الباج اهو الباج الوان لتر ماشي وان لتر باج خلي احفاظ على الوان لتر وبعد كده هتخير وان لتر باج سواء بقى بقى بوين نين سالين بوين فور فايف سالين اه الاراس تمام هحط خمسين ملي من الخمسين في المية دكستروز في باج بتيجي كده خمسين في المية دكستروز تمام الناس ساععم منها ده دكستروز ح apprentices حيأخذ منها خمسين ملي ومفروض هيحطهم في الباج بس قبل ما احطهم حاخد خمسين ملي أرميهم تمام يبقى حبيب الباج الوان لتر اشير خمسين ملي منها دكستروز عبارة ان ايه؟ عبارة عن طلين وايحط منها خمسين ملي ملي به ارميهم وبعد لهم خمسين ملي سكر ادخلهم جوه تمام كده وبقت الباك دي هعمل لها لابل 2.5% ايه ديكستروز 2.5% ايه ديكستروز اوكي اهو طيب ايبن انت لاتوا عندك 2.5% ديكستروز in the bank اوكي طيب لو انت لو افترضنا ان انت عايز تخليها اعلى سوية اوكي عايز تخليها اعلى شوية في التركيز اوكي طيب لو عايز تعملها اعلى شوية هتعمل ايه? احنا قلنا هنشيل خمسين ملي ونحط بدرهم خمسين ملي بقتوها half percent دي يحفظها كده هنشيل خمسين تحط خمسين هيبقتوها half percent طيب اختصار شريط هشيل مية وحط مية بقت five percent ديكستروز تمام هشيل مية وحط مية طبعا ده بفرض ان البيعج لتر وان الديكستروز اللي عندي خمسين في المية طب لو افترضنا ان انا عندي نص نص لتر باق باق نص لتر هعمل ايه? اه هشيل خمسة وعشرين ميلي وحط بدلهم خمسة وعشرين ميلي بقت برضو توانا half percent تمام? لو حبيتها five percent هشيل خمسين ميلي واحط خمسين ميلي تمام? يبقى دي طبعا انت الحاجة اللي عايزك تحفزها بس اللي مهمة ان انت اللتر بيتشيل منه خمسين ميلي ويتحط له خمسين ميلي من الخمسين في المية بيتديكتو انا half percent لو عايزت ازاود او تنقص بتغير. طبعا ده بغض النظر ايه اللي في البيعج? ماشي? بغض نظر ايه اللي في البيعج? اكاتسلين اكتسلين 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 لابل على الحاجة اللي جواه. اوكي? تمام. يبقى ده اه بريف ابوت اي ميكسنج السكر. طب. اه حنتكلم برضو بريف ابوت سريعا كده. لان برضو حنتكلم في العلاج على والزا بنعملها وكده. اي حيوان بيوجود عندك في العلاج ده بتديه اي في فلوود. المفروض على الاقل على الاقل تقاسلو الالكترولايتس مرة واحدة في اليوم. تمام? اه لو حالة بقى حالة عناية زي بقسها اربع مرور مرتين على الاقل في اليوم عشان اشوف ايه الوضع. بس على الاقل في اول يوم مرتين الاربعة على الاقل في اول يوم بعد كده لو لقيت الدنيا معايا مظبوطة خلاص. لكن لو جاي لبتاسيوم بتاعه اتنين ونص ولا اتنين ولا تلاتة يعني القليل وحبدأ بقى والمتوقع ان البتاسيوم حينزل وهدريو انسولين حينزل مني اكتر فانا لازم اقبقى فحتطر اعمل الايه تمام? بالاخص على الاقل على اقل تقدير البتاسيوم. على الاقل لازم تقيس البتاسيوم. تمام? طيب. طيب. طيب نتكلم بقى على ازا نخلط في الفلويد. نفس القصة هنا. انا النهاردة جاي اللي الحيوان عنده البتاسيوم بتاعه واطي. فحسب المحاضرة الجاية هنتكلم نتجة ايه بتاسيوم? فلقينا ان احنا محتاجين في الباك تواني ميلي اكويفلنت. وده المست كامن. المست كامن بتحط في الباك تواني ميلي اكويفلنت. تمام? هنا اه فدية مكتوب فوري. ماشي. بس ممكن فوري. بس اه اه حسب التركيز اللينا عايزه. بس السعب بنستخدمه كتير او المست كامن لي بنحط ميلي اكويفلنت. هناك فرق بين ميلي اكويفلنت و ميلي ليتر. تمام? سعب يروع ميلي اكويفلنت ميلي مول. ماشي? ميلي اكويفلنت كده احطها في دماغك اكدناها ميلي جرام. هي مش ميلي جرام. بس يعني ماشيها كده بنفس المنطق. ان هي تركيز الدواء في محلول. ماشي? يقول لك معصلا الدواء ده كل ميلي فيهم تواني ميلي جرام. تمام? هنا تركيز الميلي اكويفلنت بتاع البتاسيوم في الميلي اتنين. خلاص? فكل ميلي من الازازة دي فيها اتنين ميلي اكويفلنت بتاسيوم. تمام? طب لو عشرة ميلي فيها عشري. لو عشرين ميلي فيها اربعين. عشان كده ساعاتهم يحاولوا لغبطونا في ايه? في شركة الدواء. يقول لك هنا في البطل دي كلها. ليه? عشان يزهل عليك. انت عايز عايز خد الحقنا دي حطه جوه خلاص. عايز عشرين. طب خد دي. تمام? لكن دي ودي تركيزها واحد. هتلاقيها هنا. ودي فمهم جدا انت بص على حاجات تلاكدناها صح. تمام? فساعدتك دلوقتي لو هتاخد تحت وستخرج. ادي عندك الازاز دي فيها هتخدها تحقنها. تمام? اللي هم كام? اللي هم عشرة ميلي ليتر. عشرة ميلي طب لو عايز اصحاب من دي. عادي هصحاب من دي هجيب سرينجة عشرة سنتي. وحطه هنا واسحب الاي عشرة سنتي وحطهم في الايه في الباك. تمام? 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 يعني اللي هي العلبة دي. تمام? آآ وهو هو نفس التركيز اللي هو بتاع في نفس التركيز. نك انا كتركيز. آآ لو انا بقى عايز اعمل للعشرين خلاص بعمل ايه? بجيب اللي هو التين ميلي اللي اتفقنا اللي هي ديت. وبحطها جوه الايه المفروض ان انت تسحب عشرة ميلي وترميهم زي ما عملت في الايه في البتايس. يعني في ناس كتير بتنسى عشرة ميلي مش مش رقم كبير. بس الصح ان انت تشارهم برضو ترميهم زي الحاجة التانية. ولكن في عاجة مهمة جدا. مجرد انت حطيت السرنجة في الباك اخلطها كويس جدا. يعني البتايسيوم اكبر مشكلة في السرعة. لو السرعة ريحت عالية. ممكن القلب يقطع. تمام? في ناس بتموت به. في ناس بيستخدموا آآ البتايسيوم والي وده غالط طبعا اللي لتينجيا. بس يعني آآ بيعملوا التخدير الاول بعد كيه يستخدموا بتاسيوم كلورايد وعتقد في الامريكا بيستخدموها في في الاعدام وكده يعني في البتايسيوم كلورايد. آآ آآ لو اتخذ بسرعة موقع في القلب. تمام? فانت ما بتحطه في الباك بتحط وبتخلط. بس فرصنا كده كويس. تمام? آآ ولزلك الباك اللي بتحط فيها بوتاسيوم لازم تحط عليه علامة يا جاب حامرة. بوتاسيوم. ليه? عشان ما حدش يدي منها بولوس. انا بدي دلوقتي فليود. وليد لقى ده الكلب دي هيدريتد. ايه ده? انا داخل العمليات. يلا بقى اسحب باك بتاعي واخش العمليات. هو الريت بتاعه كام? الريت بتاعه مسلا آآ آآ ربعين. لا حطوا بقى على مية عشان آآ يعني اخليني العمليات وعايزين الريت اعلى. حطيته على مية انا اصلا ما ليه بتاسيوم. وانا ما ليه بتاسيوم. فسرعت. طب الريت ده ليه كالكليشن? ليه كالكليشن? هنتكلم عليه وحنبديكم هنا ان شاء الله آآ جدول. الجدول ده هتمشي عليه عمرك ما هتدي اوفردوس البتاسيوم خالص. ده ما مشيت عالجدول ده. تمام? بس لمهمة ايه? اوكي? فقلنا خلاص باخد عشرة ميلي. بحطها على ايه? على آآ آآ عشرة ميلي من لو انا عايز نص باك بقى. لو انا الباك عندي مش لتر. عندي نص لتر زي اللي في مصر. بدل ما اخلط عشرة ميلي اللي هما هاخلط خمسة ميلي اللي هما تمام? وهعمل لها ايه بقى الباك الزغيرة دي? مش هعمل لها بقى اين آآ ميلي. لأ. هعمل لها لابل نفس لابل بالزبط. نفس دي. اللي حاول ايه? حاولت ويني ميلي كورفراند كيس ايل بر ليتر. نفس اللابل هحطها بر ليتر. طيب بس انت عندك نص ليتر. ايوة. بس انت لو جبت منه ستستين حتقسهم بر ليتر يبقى كزا. يبقى كلامنا كله بر ليتر. عشان ما قول لك اديني ثري ميلي كورفراند بر ليتر. تمام? نفس القصة. اهضت خمستاشر ميلي. طب لو على نص ليتر هحط سبعة ونص. واللي اتنين تركيزهم طيب لو انا عايز فوري ميلي كورفراند بر ليتر حامل ايه? هحط عشرين ميلي. خلاص. على الباك اللي طب لو هي الباك دي نص ليتر هحط دي هحط عشر ميلي كورفراند. تمام? طعم بلا حد شاطر في الحساب وبتاع سعب بقى بنعمل ايه؟ بيبقى عندي في ايه? مسلا. في حاجة اسمها دي بتبقى جهاز المحلول كده طالع منه اه انبوبة صغيرة كده ميت ميلي بحيس في الحالات المتكعبلة كده كل شوية بدلا مع ارمي باق واجيب باق وارمي باق انا دلوقتي عطوا على لا ده محتاج كمان بتايسيا مزوده وحطوله ومش عارف ايه طب فبيجيوا دي بيكوبوا منها شوية بتقى متوصلة بكهاز المحلول وبيحطوا منها شوية محلول كده جواها وبيخلطوا في دي نفسها تمام وبيعرف هو ايه او لو بقى انت بقى دمارك يعني متكلفة يعني تمام تقدر تعمل ايه تقدر بقى تحسب ايه فضلين ومحتاجين ايه تزودهم عشان توصلهم من تواني ميلي اكويفرانت لتاري ميلي اكويفرانت فبالتالي محتاج تزود يعني لها حسبة كده بس ما نصحش ان حد يعملها خاصات لما انت ايه دمارك مش متزبطة قوي يعني كده ايه طيب ميكسنج البيتاسيوم فاسفيت هتكلم عليه المحاضرة الجاية معليش عشان ملاحظتش حضره بصراحة هنا ولكن اه حيبقى فيه رولف ثمب ان لغاية دهاتي مش يعني رولف ثمب بتخلط حوله وان بوين ثري هتكلم عليه مرة الجاية ان شاء الله عشان بس ما غير بتكوش هو برضو باتكلم عليه ليه باتكلم عليه عشان هعاوز نخلط في الحالات في الحالات الديك ايه المست كامل اللي هنخلطه البيتاسيوم والسكر في البانك فاتكلمنا عليهم عرفنا عشان ما هجي تكلم مرة الجاية احنا هنخلط ايه بايه بحضراتكم ايه هنبنتكلم نفس اللانجوش اوكي طب تعالى هنتكلم على سيرينجات الانسولين والانسولين فهنتكلم برضو بريف اهم حاجة في الانسولين اهم حاجة دي خلاص اهي دي دي او فوري قوع تحطها فيو فوري تحطها فيو ان هندرد الا برضو لو دماغك متكلفة ومركز اوي 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 وممكن تعمل بس رجاء ما تعملش انا بتكلم انا شخصيا سعب اعمل بس ممكن في حياتي عملتها مثلا خمس مرات مسلا اما كنت خلاص بها في امرجنسي ومفيش اه بش عارف ايه والدنيا ايه وكده اللي هو يعني خلاص تمام لكن اه يعني ما تعملهاش لها الكليشن بس ما تعملهاش عشان ما تلغبطش انا ايه لغبطة هنا بفورة بيقولوه الخلطة بفورة لو قرعد انسولين زيانة بتتكلم اه ستعمل معك مشكلة كبيرة المهم اليو ان هندرد واليو فوري يعني كمية واحدة واحدة انسولين خلاص اليو فوري كمية كل ميلي في اربعين واحدة انسولين لانان انسولين بيمشي بالواحدة فانا حابوصع عالبة إنسلين بتقول إيه العلبة بتقول أي علبة إنسلين ستقولها U100 U100 دي مش بين هنا بس دي برضو مش حافت دي U40 شايفين دي U40 خلاص اه دي U100 مش مكتوب هنا 100 unit per mil which is U100 same thing تمام U100 تمام U100 U 2 U مش واضحة هنا بس دايماً أما بتستخدم تبص تتأكد إن السرينجة U100 يبقى العلبة U100 السرينجة U40 يبقى العلبة U40 خلاص معنى كده إن كل ميلي فيه أربعين unit يبقى ده كنوع السرينجة اللي بتروح مع الإنسلين بتاعها حضرتك بتشتري الإسلين مع السرينجة بتاعته طيب ده اسمه كل ميلي فيه كم يونت فيه حاجة تانية اسمها جيج يعني كلما الرقم زاد كلما رفعت كلما الرقم كلما تتخن السرينجة تمام؟ فتسعة وعشرين جيج ده رفيع خالص مش هتوقع دير وفن نوع خالص تمام؟ في مصر مثلا في برا تمام؟ بس دي في القبرة العادية بتاعته وكذا انت بتتكلم هنا مثلا دي خلاص ده الجيج هتلاقي هنا دي هتلاقي رفع حتى تمام؟ فدايما ما تنقي سرينجة اتأكد برضو ان انت مثلا لو قلت يعني يخليك في الجيج رفيع اه لو كلب ممكن تقوم اكتر شوية عشان تعدي يعني بس ده انت ده هي سرينجة انسلين وخلاص فالجيج مش بتفر كتير يعني الحاجة التالتة اللي بتبص عليها حجم الإبرة ايه الابرة سنتي ولا نص سنتي ولا تلت سنتي تمام؟ حجم الابرة فانت لو عندك ما بياخدش مثلا في الانسان بياخده عشرين وتلاتين واربعين يونت طب في الحيوان فانت مش محتاجك سرينجة كبيرة قوي تمام؟ وخاصة فيه اللي هي بيسموها اللي هي بتبقى شابه الانسلين بس عبارة عن ميت متأسامة ميت وحدة دي صعب قوي تسحب فيها انسلين بزيط للقطة صعب جدا او حتى دواء ما تستخدمهاش ارجوك في التركيزات الوليلة استخدم ايه نصف سنتي تلت سنتي تمام؟ طيب دولها كلهم دولها كلهم بس السرينجة دي يبقى حجم السرينجة دي حجمها ودي حجمها وان ميلي بس دي وان ميلي متأسمة كل خمسات ودي متأسمة كل ميات تمام؟ انا دايما بشتغل بصلا بحاجة كده وحاجة كده اوكي؟ دي نفس الكلام اه اه دي كام دي دي سنتي فهتلاقي فيها مية مية واحدة دي ما نصحش بها عشان كبيرة اوه حتلاقي نمنيمة كده لكن حاجة زي كده معاك مجال عايز بص شوف الخمسة هنا ادي ايه واحد اتنين تاتة اربعة خمسة عايز تدي معاك مجال تدي يونت تدي اتنين يونت لكن في البتاع دي حتقمنا من ايما انت مش شايف حتلاقسك يعني ساحبة صغيرة بدلا ما تدي يونت تدي اتنين يونت وخاصة لو قط طب بتحب كميات قليلة جدا تمام؟ طيب اه تعبقى نتكلم على الايه على دي مثلا دي كام دي ايه 300 تلاتين ؛ مش مكتوب او ملي دي برضو نصح شنا تستخدمها قوي يعني كل ما قد اتأقال اثنين يونت هذا ما يمكن تدي كلها عشان تدي تحدث ككلة السية طيب الانسلين حنتكلم برضو عليه بسرعة نيتي انهي بطريقة انسلين بسرعة كده سريعة الانسلين اهم حاجة اعرفها انه فيفاست الاكتنج انسلين وفيفاست شورت اكتنج انسلين وفيفاست اكتنج انسلين يعني فيه انسلين بشتغل حب صغرين وفيه انسلين بشتغل حب كبير حب صغرين بتتتكلم في 3、4 ساعات حب كبير بشتغل في 12 ل24 ساعه تمام فلازم تبقى عارف فهو الانسلين الزغير اللي هو بشغل حبة صغيرين اللي هو الشورت هنسميه ريجولر او بيقولوه تعليب علمائي والله اعلم ماشي ريجولر انسلين خلاص هتلاقي مكتوب عليه ار اهو بيج ار ار ده ريجولر انسلين ماشي اهو وفين تاني اه ار 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 بص كبير ازاي عشان ما ينفعش تلغبط في الانسلين لغبطة في الانسلين بفورة على طول تمام فايما احنا قولنا اول حاجة بنبص على التاني حاجة بنبص عليها الا ولا حاجة تانية بص هنا مسلا ده ايه حيقتل هنا اكتوب ايه مش عارف ايه ايه? اه طب اهي تمام? فالكتعرف اذا كان الانسلين ده or حاجة تانية كل اللي عايزوا متعرفه ولا حاجة تانية الو هو شورت فما اياك اتكلم اقولك هتدي في الاول شورتك انسلين انت معرف انت هتدي الايه الار. هقلتك تدي لونج اكتنج انسلين هتدي الايه الان. في بقى ساعات في البشري بيعملوا حاجة على حاجة ملناش دعوا بالكلام ده احنا دلوقتي خلاص. فدي هو ان ماشي ان او في حاجة زي طب اللانتوس لونج اكتنج برضو. تمام ما هو? اللانتوس لونج اكتنج. اللانتوس سعب بيجي مثلا ايه اه اه مش عارف انا بدي فيها كيان فيها ميت وعشرة ميلي وساعات هنا بتيجي مثلا ايه اه ترتة ميلي في خمسة في خمس طغيرة. مساعة بتجي في قلم. بس ال هتلاقي داي من على طول هتلاقي على طول تمام? اه يعني اللي عايز اقوله ان التركيز بتاع الانسلين تاني حاجة كهو ولا تمام? اخر حاجة هنتكلم عليها حاجة اسمها يعني ايه? اه اه تكلم عنها في بس اخرطها هنا. ساعات هنتكلم في ايه? ان احنا بنخلط الانسلين وبنحطه خلاص? بنخلط طيب بعمل ايه بقى? هي دي ما بتتعملش غير كده. ممكن تعمل مختلفة بس انت برضو محتاجت ايه? تكونت رغم تكلفة شوية في 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 التركيزات بتاعة الادوية وكده ده والحساب بس بتجيب ميتين وخمسين ميلي باج متين وخمسين ميلي سالين تسعة في المية حل? وبتحط عليها كمية انسلين ريجلر اللي هيروح اي في ريجلر بس بس ريجلر بس متقوليش هعط مش عارف لانتوس هحط اللي انت اصلي مش عارف لأ اللي هيخش الريجلر انسلين ده اللي بيخش اي في وبيتخفف بيتخفف ازاي بتجيب باج وبتحط فيها جرعة الانسلين بناء على وزن الحلل عندك. فلو هو عندك آآ آآ كلب فبحط له 2.2 unit per kilogram. ولو قطة هحط لها 1.1 unit per kilogram. يبقى زادة الانسلين دي متخصصة للحلل دي. ما زادة ديكستروز انا عامل تركيز معين يمشي يعني يمشي الحلل دي او يمشي دي او البيتاسيام انا خواتوه من الكويفلنت واتيفر لأ ده per liter لكن دي per animal per this particular animal للحيوان ده الحيوان ده الحيوان فلافي قطة عنده 4 كيلو بديها 1.1 unit per kilogram. ف4.4 unit اعطوه مع حل? وحخلطهم. خلطهم حلو تمام تمام? جميل. طب لو الكلب احنا اتفقنا الكلب. طب لو الكلب تلاتين كيلو تلاتين. في يبقى ستة وستين. اخد ستة وستين واحدة. ماشي. احطهم في واخلط. تمام? انا كده بقى عندي المخلوط اللي جوا دوت ايه? مخلوط للحيوان ده. واكتب عليها انا خلطت انسولين كزا 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 كزا. لان الباك دي هستخدمها في الاي في. حل? طيب. في بس مشكلة غيرة كده هنتكلم هنحلها ازاي? الانسولين بيروح على البلاستيك بيعام مع البلاستيك. يعني بيعود كده مع البلاستيك يتفعل معي ما ماليش انا في الكامياء. بس هو من الاخر انت بتاخد خمسين ملي وبترميهم. بتفلاش اللاين. شوف اللاين ده كده? بتاخد خمسين ملي. هي الباك متين وخمسين انت بتاخد خمسين مترميوم في الزبالة. تمام? فهو خلاص بعمل للايه البلاستيك الموجود ده. فالانسول اللي هيجي المحلول اللي جاي مخصوص في انسول هينزل ايه? هبقى كويس يعني. تمام? ده كخليط. الحاجة التانية ان انت اما بيجي باك بيجي باك بيجي باك تمام? ان انت الى الفلاود الرئيسي اهو. ده الفلاود الرئيسي. ده رائح الحيوان في في الاي في فما اقول لك اه بيجي باكت يعني ايه بتحط لاين بيخش على لاين ده. لاين بيخش على لاين ده. يبقى لاين رئيسي اهو. واللاين ده داخل عليه من هنا. تمام? عشان لحبتها تدري اتنين في لود في نفس الكاثتر. لكن لو انت عندك. فلاص ادي ده في حاجة وده في حاجة. طب لو عندك بقى تبقى واحدة وطلع منها تمام? ولكن بصفة عامة عشان بس ايه كده? لو انت سهلة لو ما عندكش وعيد تعمل بيجي باكت ان انت بتحط بتاخد اللاين ده وبتحطه هنا سابق كان بسرنجة بسوري بابرة او فيه ساعات حاجة كده بتقفل عليها بس بتقى بيجي باكتر دي فوق دي. وطبا لازم يبقى انت هنا ايه? يبقى انت عندك حاجة هنا زي رجليتور كده. بينظم اللي داخل هدق ايه? او الافضل يبقى عندك هنا وبومب هنا ويبقى انت كده ماشي ايه? تمام. اه اخر حاجة هقولها لو انت عايز تعمل لو عايزها ستدي نص حاجة غير تقاوي. تعمل ايه? هتجيب اه هتخلطه بسالين بسالين وتجيب اه سرنجة خلاص. وتيجي على حاجة زي اه يفضل تجيب سرنجة كده مسلا ايه? رفيعة كده? سوري زي ايه? زي دي مسلا. تمام? وتسحب اهي حتى قبعينا. اهي حابة حلوين. لكن لو انت في الكبيرة دي ما فيه سبابة مش هتشوفها اصلا. فانت ممكن تحط هنا وتسحب معها سالين وتقسم على اتنين يبقى انت كده ايه? اعملت نص جرعة. فترة سحبت وان يونت. وسحبتها لغاية عشرة. اعمل لها ميكسنج. اديت نصها يبقى انت كده اديت ايه? نص ايه يونت. تمام? بقى احنا كده اتكلمنا على الاساسيات اللي احنا مفروض نعرفها. مرة جاية ان شاء الله احنا احنا اتكلم على التريت بنتبقى بتاعتنا بتاعت الديك ايه? اللي هو اول حاجة الهايدريشن. بعد كده وازا نحط انسولين. والطرق المختلفة. والصاب واللازي منه. اه لكن حبيت النهاردة ناخد فكرة مبدئية كده على الحاجات الاساسيات. اه بتاعتنا اهيت. ما تنساش اي قط يجي لك تعبان او كلب تعبان. من دول الحاجات اللي لازم تعملها لازم يكون السكر. في ساعات كشير للأسف ناس بيغفروا على موضوعها. مماشي السكر. وعنده اصلا ديبات كده. جي لك وبالتهب وبيرجع وتقولي بانكريتايتس. ايو ما هو عنده بانكريتايتس. ماشي. بس هو عنده ديك ايه? هيموت منك. فلازم السكر ده يتحلل مع كل تحليل بتعمله. والنواة ده يزي يعني فيه اكيو تشيك والبتوع دوله في كل حتة. فانت ايو كان دوت يعني ان شاء الله. بس كده. اه بس كده. ومرة جهة ان شاء الله حنكمل بقيت ديبات الكيتورسيدوزيس. بتوفيق الى كاترة. واشوفكم على خير. والسلام عليكم.